نتمنى لو لم تقم القوات السورية بإسقاط الطائرة التركية الشهر الماضي هكذا قال رئيس السوري بشار الأسد معلقا على إسقاط قواته مقاتلة تركية قبل أيام كما نقلت ذلك عنه صحيفة جمهوريات التركية غير أن حديث الأسد بدأ أقل وضوحا في ترجمة الصحف السورية له لم أقرأ الحوار الصحفي ولكنني أعرف أن الأسد كاذب فيما يقول أنا لا أصدقه الندم المتأخر لا يفيد الأسد يريد أن يلعب بنا وهو ليس صادق فيما يقول لأنه لو كان صادق ما قتل شعبه ماذا يمكن أن ننتظر من شخص يقتل شعبه رد الفعل الشعبي في تركيا على تصريحات الأسد يعكس حتما موقف الحكومة التركية نفسها فإسقاط المقاتلة التركية شكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين الجارين لا بل نقطة لا عودة بهذه العلاقات إلى سبق عهدها كما يرى محللون تورتور مصمم أن ينتهز فرصة صانية بالنسبة لتركيا لإسقاط أي حدف سوري من الهدود التركية لذلك الملف لم يولق بعد علاقات الجارين السوري والتركي مرشحة لمزيد من التوتر خصوصا بعد أن باتت الحدود التركية ملاذا ليس للنازحين المدنيين الهاربين من سعير العنف في سوريا بل كذلك ملجأ آمنا للضباط والجنود المنشقين عن الجيش النظامي مساء الاثنين فقط عبر الحدود إلى تركيا ثلاثة وتسعون جنديا وضابطا بينهم لواء وعقيد ومقدم انشقوا جميعا عن الجيش السوري مع مائتين وثلاثة وتسعين لاجئا وفق ما أعلنت الخارجية التركية لاحقا أي إنسان ينشق عن مؤسسته العسكرية تصور واحد برتمة لواء أو عميد أو عقيد بمعنى ربيا في هذه المؤسسات وأنفقت عليه الملايين وهنا قيم وتقاليد وذكريات وحروب وكذا هذا منشق هذا خان التوتوت على الحدود بين الجانبين بلغ ذروته بعد تكرار دفع الجيش التركي ولليوم الثالث على التوالي مقاتلات له من طراز F-16 إلى الحدود مع سوريا بعد اقتراب مروحيات سورية من الحدود بين البلدين ولكن دون أن تخترق الأجواء التركية وكان رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر العميد مصطفى الشيخ أعلن الجمعة عن وجود حشود للقوات السورية على بعد 15 كيلو مترا من الحدود مع تركيا وقدر عديد القوات بـ 2500 جندي تدعمهم 170 عربة ودبابة تركيا كانت أرسلت من جهتها قوات ومدرعات وبطاريات صواريخ أرض جو إلى حدودها مع سوريا أنور العنسي بي بي سي ترجمة نانسي ترجمة نانسي وسيقى ترجمة نانسي قنقر